طباخ ماهر طاب شغير وشاعد أمي في مطبخنا ألخ وأمرح في مطبخنا أكل صحي فيه متعب فيه فواكف وفيه لذة هذه فواكف وهذه خضر كلها شحة وكلها لذة طاب شغير طاب شغير مرحبا يا أطفال مرحبا بكم في حسنا وساعد أمي اليوم ميليسا حبت تطيب إمها وتعاونها شوية في الكزينة بمناسبة شهر رمضان حبت تطيب لها التحلية وأنا وبينغو تشينا نعاونوها قولينا ميليسا وش حبيتي تدري اليوم فلان كارامل بساسة إنجليزية نعاونوكنا طولهم المقادر؟ نعاونوكنا عندنا الفلان نسحقه 250 قرام سكر 6 بيض بيض وشوية ملح نسحقه رشا ملح وخمس مغارف كبار سكر والسلسة تعنا نسحقه نصلي تلحليب وثلاثة صفر بيض وزوج مغارف سكر كبار ومغارفة كبيرة ميزينة وشوية لفاني نصلي لاتانه، نور الهودا، هذا الفلانه هذا منذ أو لا شي منذ؟ امم، لنرى قابلوك كبيري منذ نسبه لديه وقتين كي تستطيع المقادرها ما هو وقتينين اني سا أكل؟ لا تخير جابه اشدنا Balot الصغيرة نضع سكر 250غرم مرة نقعد على السوق ние جابل سكر نضع فوق الفرن يدوب نفس الناحية يدوب وانا وميليسا نحن ندره الباقية في الخلات الكهربائية بسرحة لازم نوصل أطفال بالليماشين تومي اللي تديروا الفرن ولا تشعلوا النار باش ديروا السكر لازم تخلو ماما هي اللي تشعلكم الفرن وهي اللي تعيش السكر كما طب يقول انا شوية كبيرة بسرح ميليسا ماشيتي اللي تعيش السكر لازم دايما واحد كبير يكون معاكم بالكوزينة نضروا البيض تاعنا هنا ونزيدوا شوية ملح كارش شابرك ماشي بزاف ونحطوهم حتى يطلعوا لناك شغل كي وليكي ما تلج ما شبش حوايدي تاعة تلج دكتور مرد الواحي ميليسا مستو حاكمة ندوخة ما شبش يخسر تنخسر الصكر ذراها مطلع السرطة لا تجد فيها الفرن هل تبقي القطاع؟ نعم بل أنت تفهم هنا سكرت عنا وبدأ يطلع أو بداي ولي بيوت كيمة التلج نبدأ نزيدوله في خمس مغارف سكر بتدريجياً وش خطي لي تاتا ما سمعتك شكمل وش خطي ليك وش خطي ليك ما لازمش نحبسوه يا بصح باش نفهمك قلت لك كي بدأ ويبداي ولي كيمة التلج وش نبدأ ونزيدو خمس مغارف سكرت عنا بتدريجياً نجغب شوية اوكي اوكي انا طالع صح ما نحبسوهش ايه قطر ما كنتش مسمح بيك هاكي بيسا هم يتلون دمونك لا دمونك اوكي 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 بيد لك شكرا 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 مınıza ميليسا شكرا 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 سهلا شكرا 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 أنا كمننا دوك نوجدوها كامل كيف كيف عاية خيبي حيلا ومدى عطوش مليسا تاكو شوية ها اليوم غير بتوزد ندوق اكي فترة اليوم أنا فترة بس كودو حتلا هدو نفتر انا عودو بلنا السكر هذا بلكو واسخون نفتح لك هديم اح غالا او بلنا السكر تانا ناك عامال نزيدوه لخالطتاك اللوه لك وليك تقلي ولكي التلج نعم وزينها هالي الشحلة وسبال ونبدأو نزيدوه بشوية حتى ونخلطوه كامل بس كل كرامل لازم ما نبطوش عليها بشتيبس ايه قبل ما تيبس قبل ما تيبس ورحيتها تقول لي انا نزيدها ايه نزيد بشوية متى? مزيدين كمية تكملها لا نقدرش اللازم تحقين خلاص لا عليش لديها للبوتاجي أخسلها معك نعم نخسلها هنا هنا أخسرها في الجانس كرامل يومنا ودخلها في القلب لديها نعم 80 مقبيلة هكذا لا لم يكن لخلق 180 ثم نضعها في الماء لدخوله للفرن ايه لحب الحمام ورها الحمام لحب الحمام مائي فشي طيب الفلونتانا مليح لدره الماء في السنواء ولا تكتروش بزاف الماء ايه ودوكا هيندخلوه بسم الله جهيل رحتوا يبنينا نحاولك نشد دمحك هتطقيلها شوية لازم كل يوم يكون معكم واحد كبري ساعة تكون في المطبخ دايما رحي فيها واحدة ريحة شحالة بنيل هدي لازم تجربوها أصدقائي الأطفال لازم في الدار تقولوا الماما توري لكم وتعاونكم وتجربوها لازم صح ما تدخلوش واحدكم الكوزينة لازم ماماكم ولا باباكم ولا واحد كبير يدخل معاكم الكوزينة ايح حطوه هدا من 질문ين لكم بنجو كيف أشراك مع رمضان مع السور مع صيان هااااااااااااا مجي يخد لي راتي صايمة أنا قبتلك اليوم نفطر تسعيلة بينجو زمتي تدوكي وأنا ما تدوكي ودوكي حتنا الفلون تعنيتي في الفورن نسناوها عشرين دقيقة نحو نجهزو الصاصة تعنا هي وسمها صاصة انجليزية أولا نبدو هايا نغليل الحليب وعسو نغلون سليترا حليب ماما شعي تقول لي غلي الحليب وعسو ويو كان خليها فيت فوق الكوزين يا وش دير لي تزعز بزداد سكن خليوا لها الكوزينة ما لازم شقعنا وزخوا لها الكوزينة تدلي سعدي في يتي ومبدنا هون حاكموها تلت حبات تلت سافر البيض عفوا وينا حاكموهما محاربين ايه 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 ونزيدوهم بالسكر عندنا زوج مغة عرف كبار ونطلعوهم بالخلات الكهربائي هكا بي هدو الكوزين ها ونزيدو نديرو هادو ما لا لا حتى يطلعو ملاح ومبدأتك نزيدو لهم هادوك هادو ما يزينا ولا فاني ايه 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 هادوك فإن أمار ستكيباش نحيه عغير وريلي دا لا دوقو حكيها صد على الله أمس بحق氣 كما تحستي دتي لها حاتنا هج اي تحليب لو كنتك باحد تشوفها ليسى دوري مليح دوري دوري أنا ندور أسمني وهناك خلطنا البيض مع السكر نزيدو لهم لامي زيناء اللي هو الناشاء ونضيد لهم فانيلا مشي تلقنا دوق البنين هكي عادي خلطيهم يليسا اي 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 اه يدير في الفقايعات الصغيرة ورين هذو خلطي يكون حياغلي بدي دير هكي هو قلط اي اي هكي حبطيلي هادو ثان اكي ليست خطي شو ياكوزينا جاء بنقول للفقاات نقوم باية شوية نظر لزب حتي يطلع او لا قبل ما يطلع قبل ما يطلع قبل ما يطلع qup كيف يبدأ الفقاعة قليلاً؟ نعم كيف يبدأ الفقاعة قليلاً؟ نحو نزيدو عليه هذا ونعطيه لك أنت تتحرك نزيدوهم داخل الحليب؟ نعم كا نقل كوزينة قبل هذا ويتغسلوه اعطني الفوتا طعم؟ أعطني الفوتا طعم؟ باش نخلط نقل ميتغسلوه? مممم رأي أصفر حسناً لازم نتخلط بسرعة باش ميتغاش؟ بسرعة؟ احش لأنا باشي تجانسو مليح وتويلنا كريمة بنينا وتنجحنا هيا بسرعة 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 اليوم لازم ندقها لا تخرج ابننا ولا لا لا اذا اعزائي الاطفال خليوا بينجو يعسنا الكريمة تاعنا وفي الوقت اللي يكون الفلان تاعنا يكون طاب ان شاء الله في الفرن نعود نوريلكم في صحب التقديم لتحضير فلان كراميل بسلسة انجليزية يلزم منا استبياد البيض قرصة ملح 5 ملاعق كبار سكر 250 غرام سكر وللسلسة يلزم نصف لتر حليب 3 تفار البيض 2 ملاعق كبار سكر ملعقة كبيرة نشأ ميزينة اذا اصدقائي الاطفال انا ولينا لكم مرمى طاب في الفرن تاعنا وحطيناها بردة الكريمة الانجليزية تاعنا اهوليك انا من سكره انا اذا ازتقان لا دعوا انا اتضعي اهوليك ايهد ايهد انا اتغير اكت Löح لدار ان اعودوا ها؟ انا انا اتعودوا انا 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 اعودوا انا انا اعودوا بها وايه فاكيا وايهد في الصحة الفكية، أحنا بركزيادة نقدوم نستغنو عليها ما نشيف في الوصفات تعنا الفكية فقط إضافة ولا معلتك وش فكية في الدار ما تدروهاش معلش يومي يستعملون الوسائل يكون متوفرة والفكية تكون متوفرة أسنا زيدوا لكساس وقولي لنا زيدوا لكساسة يا ميليسا وش نقول لك تحاجة بالبنين بصحتك يا فاطرة ها فاطرة فاطرة تجربه وتشوفه شحاجة بالبنين جهيل بصحتك إذن عزائيل أطفن تلقوا في الحصة المقبلة بوصفة جديدة إن شاء الله باي باي مع السلامة سحب توركم ميليسا شوفي شوفي عمو وعيت لك من هيك عمو حق موسيقى ترجمة نانسي قنقر